موجز لأهم الأنباء أهلا بكم وحداته من الجيش العربي السوري تتصدى لهجوم شنه إرهابي وتنظيم داعش باتجاه نقاطه في المحور الممتد من قرية نصر الله وصولا لقرية الملتفة شمال شرق مطار كويرس في ريف حلب وقد ددت العملية لقاء قتلى وجرح في صفوف الإرهابيين المهاجمين وذلك بالتزامن مع تنفيذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري سلسلة غارات على مواقع التنظيم شرق مطار كويرس في ريف حلب كما ودمر آليات لهم مقيعا في صفوفهم العديد من القتلى والجرح ارتقى عشرة شهداء وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف المجموعات الإرهابية لحيي صلاح الدين والحمدية في حلب بعدد من القذائف القذائف الصاروخية المتفجرة تسببت بارتقاء عدد من الشهداء بينهم أطفال ونساء وإصابة عدد من المواطنين إضافة إلى أضرار كبيرة بالمحالة التجارية والممتلكات الخاصة بالمواطنين أكد سماحة المفتي العام لجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أن أبناء سوريا في المغترب كانوا أوفياء دائما لوطنهم مدافعين عنه وسباقين دائما للتخفيف من أثار الهجمة الإرهابية عليه وأشار حسون خلال رقائه وفد المغتربين السوريين تجمع وارسو الذي يزور سوريا حاليا إلى ما يقوم به المغتربون في الخارج لجهة التخفيف من أثار الحرب العدوانية على وطنهم وفي تعزيز جهود المصالحة بين أبنائه مؤكدا أن بشائر النصر لاحت وأن هزيمة الإرهاب تمت بالتفاف الشعب حول جيشه الباسل وقيادته أكد كبير الباحثين في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق الروسي بوريس دولكوف أن الهدف الأساسي لاستخدام الطائرات الروسية لقاعدة همدان العسكرية في إيران هو تكثيف قصف مواقع الإرهابيين في محيط حلب من أجل الإسراع بتحريرها من الإرهاب دولكوف شكك في إمكانية إقامة تحالف بين روسيا وإيران وتركيا ضد تنظيم داعش الإرهابي لأن القيادة التركية تواصل دعم الإرهابيين في سوريا أفاد مراسل الإخبارية بسقوط ثلاثة قتلى وأكثر من أربعين جريحا في انفجار سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة في مدينة وان شرق تركيا وقد وقع الانفجار بالقرب من الحدود مع إيران في ساعة متأخرة من مساء أمس حيث هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث وقبل يومين قتل ستة أشخاص بينهم أربعة رجال شرطة بانفجار سيارة مفخخة قرب مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا إلى اللقاء